بنتي عندها 17 سنة وتصلي بس عندي مشكلة انها لا ترتدي الحجاب وتعبت معها لارتداء الحجاب وبتقول لي هيجي يوم وارتديه لكنها لا تريد ارتداءه الآن فهل استخدم العنف والإجبار أم ماذا أفعل لا تستخدمنا العنف ولا الإجبار أبنائنا ندعوهم للتدين ولا نجبرهم على التدين الفرائض لا يفرض على الإنسان ولا حتى الواجبات ولا الأصل في الدين لست عليهم بمسيطر أقوم بواجب من دعواتهم أقوم بواجب من تربيتهم على الدين والتدين وفي النهاية ابني لو طلع يختار أنه ما تدينش طلع يختار وهي في النهاية واضح أنه مؤمنا نحي فريض لكن عما لا تسوف فأنا أشرح لها في ذلك أبين لها يا ابنتي الأعمار بيدي لما حاجة ضمن عمره إمتى هتقبل ربنا بهذا الذنب تبوي ليه وعينما أنت بتبسي لما بتصلي وأفهم إيه الشبهات اللي عندها إيه الدواعي إيه الأسباب المعويقات التي تجعلها لا ترتدي وأزيل هذه العقبات نعم فكرية نفسية شخصية زي ما تكون فلك بالإجبار والعنف لا تمام جزاكم الله خيرا طيب